وحييكم أصدقائي العزاء وأهلا ومرحبا بكم من جديد وفيديو جديد على قناتكم وقناة اندرويكس المعلوميات طبعا في شرح اليوم سنستعرض موضوعا في غاية الأهمية حيث يتعلق بالأمن السيبراني واختبار الاختراق لحماية الأنظمة ضد أي هجمات محتملة لذا سنتعرف معنا من خلال هذا الفيديو كيف يتمكن المتسللون ومختبرون الاختراق من الوصول إلى الجزاء عن بعد باستخدام أداة عرب باسم أندرويكس لتحليل الأمان على جهزة أندرويكس وذلك باستخدام التيرموكس ودون الحاجة إلى صلاحية الروت في البداية من المهم أن ندرك بأن هذا الشرح يهدف إلى تعزيز الوعي بالأمن السيبراني والتعليم على كيفية حماية الأنظمة من المخاطر الإلكترونية وليس لتشجيع أي أنشطة غير قانونية أو ضارة لذا يعتبر هذا المحتوى تعليميا بحتا ويجيب استخدام المعلومات بشكل مسؤول لذا تأكدوا أن التركيز هنا هو على الفهم والتوعية وليس على تنفيذ أي هجمات إذن أندرو رات هو إطار عمل يستخدم لإدارة الجزاء التي تعمل بنظام أندرويكس عن بعد حيث تم تطوير هذه الأداة في الأصل كأداء للمساعدة في إدارة التطبيقات لكنه أصبح معروفا بشكل أكبر كأداء لاختبار أنظمة الأندرويكس في مجال الأمن لذا يمكننا القول أنها تعتبر واحدة من أقوى أدوات الأمن السيبراني واختبار الاختراق حيث تساعد مختبري الاختراق والمطورين على فهم أساليب الأمن السيبراني لكيفية تحليل الثغرات وحماية الأنظمة من التهديدة طبعا تعمل أداة أندرو رات من خلال إنشاء ملف بسيات إي بي كي خاص بنظام أندرويكس وبمجرد تثبيت الملف يتم فتح جلسة الاتصال والوصول إلى العديد من ميزات الجهاز حيث يمكن استخدام هذه الأداة للتحليل للأنظمة وزيادة الوعيحة وكيفية تأمن الأجيسة والتفادي أي مخاطر محتملة لذا في شرح اليوم سنبدأ أولا بتثبيت وعداد بيئة العمل للأداة بعد ذلك سنقوم بإجراء اختبار عمل يوضح كيفية استخدام الأداة والتفاعل مع الهدف مما سيمكننا من حماية أنظمتنا الخاصة ضد أي إجراءات مشبوعة لكن قبل أن نبدأ في الشرح يجب أن نكون وعيين وحاضرين في كيفية استخدام الأداة فهي مصممة لأغراض تعليمية فقط ويجب استخدامها لتحسين الأمان وتعزيز الحماية ولو نشجع لاستخدام هذه المعلومات لأغراض ضارة أو غيق قانونية أيضا يجب أن ندرك أن استخدام أدوات مثل أندرورات قد ينطوي على بعض التحديات لذا من الضرورية التعامل معها بحضر ومسؤولية إذن لتثبيت أداء المضرورات على تيرموكس نحتاج إلى تنزيل بعض الطبيعية اللازمة للتشغيل لدى لذا سنقوم أولا بعمل تحديث سريع للحزوم المكتبات الأساسية في تيرموكس باستخدام الأمر ABT Update and ABT Upgrade ABT Update بعد اكتمال تلقية الحزوم الأساسية في التطبيق راح نقوم بتنفيذ الأمر التالي للتنزيل وتطبيق بايتون 3 وأيضا حزوم الجافة سكرت بالإضافة إلى بعض الحزوم الأساسية للتشغيل لدى بعد الانتهاء من تجزيل وتثبيت الحزوم السابقة سنقوم بتنفيذ الأمر التالي للتنزيل الأداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الآن بفك الضغط عن الملف بعد ذلك ننتقل إلى مجلد الأداة طبعا يحتوي هذا الدليل على مجموعة من الملفات الخاصة بأدوات المساعدة وأيضا التعليمات البرمجية للغة بايثون والتي سنستخدمها لفهم كيفية بنابئة أمنة لاغتبار الاختراق إذن بعد الانتقال إلى هذا الدليل سنقوم بتنفيذ الأمر التالي للتحقق من الحزوم المتبتة بالإضافة إلى تنزيل بعض الطبيعات الخاصة بلاداء بعد اكتمال التنزيل جاكون قد نتهينا من مراحل التثبيت حيث يمكننا الآن البدء في استخدام الأداة إذن الخطوة الأولى رح نقوم بإنشاء ملف التثبيت بصيغات ABK ولإنشاء الملف رح نستخدم الأمر التالي طبعا يجب كتابة الأحرف على نفس هذا التنسيق كابتال أو سمور بعد إضافة الأمر الخاص ببناء الملف نحتاج إلى إضافة عنوان الاب وأيضا البرد إلى الملف للنحو التالي طبعا إذا كان الاختبار داخليا على نفس الشبكة سنستخدم عنوان المضيفة المحلية الخاص للشبكة الفرعية المتصل بها الجهاز أما إذا كان عن بعد أي خارج الشبكة يجب علينا استخدام نجروك لعادة توجيه البورد واستقبال اتصال عكسي عبر الإنترنت وسنوضح ذلك في نهاية الشرح أخيرا بعد تعيين خيار A-Host وأيضا البرد نقوم الآن بإضافة الاسم ومسار الإخراج للملف ثم نضغط على زر الإضخاء ننتظر بعد ذلك لحظات ليتم بناء الملف إذن بعد الحصول على ملف التثبيت ومشاركته مع الهازة الآخر التي سنستخدمها في هذا الشرح لاختبار الاختراق يمكننا الآن تشغيل الأداء باستخدام الأمر التالي طبعا يتم استخدام هذا العنوان افتراضيا لقبول كافة الاتصالات الواردة من عنوان آيب المختلفة أما بالنسبة للبرد فسوف نستخدم البرد الذي أضغطناه عند إنجاء الملف ثم انكر إذن بعد تشغيل الأداء رح تظهر معنا واجهة بسيطة بهذا الشكل الآن بمجرد فتح التطبيق رح نلاحظ أنه تم فتح جلسة الاتصال مع الجهاز ويمكن البود في تنفيذ الأوامر واستكشاف النظار طبعا إذا قمنا الآن تكتابة الأمر هيلب رح يعطينا مجموعة من الأوامر المستخدمة لتنفيذ إجراءات معينة على النظار كتسجيل فيديو من كاميرا الجهاز والتقاط الصور أو تسجيل الصوت بالإضافة لعرض تسجيلات المكالمات والرسائل على سبيل المثال يمكننا استخدام الأمر كاملست لعرض قائمة بالكاميرات المتوفرة على الجهاز وليأخذ لقطة من إحدى هذه الكاميرات يتم استخدام الأمر تاكبك ومن ثم يدخل الرقم الموجود أمام الكاميرا بعد ذلك رح يتم عمل لقطة من كاميرا الجهاز وحفظة صورة على هذا المسار طبعا عند استخدام هذه الأداء يجب علينا دائما مراعاة القوانين المحلية والإخلاقيات المتعلقة بالأمر السبراني لذا قمنا في هذا الشرح بإجراء الاختبار في بيئة خاصة ومحنية حتى نتمكن من استكشاف الأنظمة وفهم كيفية تحسين الأمام إذن هذا بنسبة لكيفية إجراء اختبار أمن الجهاز يعمل داخل الشبكة أما إذا أردنا إجراء اختبار عن بعد الجهاز خارج الشبكة فنحتاج أيضا إلى بعض الإجراءات الإضافية حيث يتطلب مننا أولا إعادة توجيه البورت لإستقبال اتصال عكسي عبر الإنترنت حتى نتمكن بعد ذلك من تنفيذ عملية الاختبار عن بعد لذا سنفتح جلسة جديدة على تطبيق تيرموكس ونقوم بإعادة توجيه البورت باستخدام نجيروك طبعا سبقا شرحنا طريقة تنزيل وتتطبيق الأداء بالإضافة إلى حل مشاكل التشغيل وكيفية إعادة توجيه البورت وإنشاء إتصال عكسي عبر الإنترنت إلا لتشغيل نجيروك نقوم أولا بسحب شاشة لشهرات وتفعيل نقطة الاتصال لتعمل الأداء بشكل صحيح بعد ذلك ننفذ الأمر الخاص بإعادة توجيه البورت ثم نضغط على إنتر ما نحتاج إليه حاليا من جلسة نجيروك هو إنوان تي سي بي الذي سيقوم بإعادة توجيه منفذ المضيف المحدي لوكال هوست إلى المضيف البعيد لذا نقوم بنسخ هذا الإنوان على النحو التالي سنحدد الرقم الموجود خلف علامة السلاش إلى نهاية الانتداء ثم نقوم بنسخه بعد ذلك ننتقل إلى النافذة الخاصة بمقلد الأداء ونقوم بكتابة الأمر الذي استخدمناه سابقا لإنشاء الملف الآن في خيار الهوست سنوضيف رابط إعادة توجيه البورت اللي حصلنا عليه من جلسة نجيروك أيضا في خيار الهوست يجب أن نستردب البورت الخاص بأداء نجيروك الموجود خلف الرابط مباشرة أخيرا نقوم بإضافة الاسم ومسار الإخراج بالنسبة للخطوات التالية بعد إنشاء الملف هي نفس الخطوات السابقة نقوم بمشاركة الملف وفتح إطار العمل للأداء طبعا هنا راح نستخدم البورت الذي أضفناه عن تشغيل أداء نجيروك إذن بهذا نكون قد انتهينا من شرح كيفية إجراء اختبار أمن الجهاز داخل الشبكة وأيضا عن بعد باستخدام أداء النرورات مع نجيروك على التيرموكس لفهم أهمية الأمن السبراني وكيفية حماية البيانات والجهزة الخاصة بناء من أي إجراءات خارجية حيث يجب علينا تجنب تثبيت الملفات غير المعروفة أو المشبوهة لذا تذكروا دائما أن المعلومات التي تم مشاركتها في هذا الشرح هي لأغراب تعليمي بقى ويجب استخدام هذه المعرفة بطريقة مسؤولة وإخلاقية